الحمد لله خصنا بخير كتاب منزل وجعلنا خير ربنة مخرجة للناس تنقوا بالنعبف وتنعي منجل وتؤمن بلا أيها الأحباب حديثي معظم في هذا اللباء اليوم في هذا اللباء الطيب المباعر بعنوان أسماء يوم القيامة وجلالتها في القرآن الجديد يقول جل وعلا الله لا إله إلا هو لا يجب عنكم إلى يوم القيامة لا عيب أليك ومن أفضل من الله الحديثة هذا يوم العظيم كنا نعمل من أجل هذا النوم فالمحسن يزيل في إخسانه أن هذا اليوم العظيم والمسيب لابد أن يرجع إلى رجل لأنه سوف يصف بين يد الله تباك وتعالى هذا يوم أخباه الله سبحانه ودعالى علينا قال جل وعلا إن ساعة آتية أكادت فيها لتجزى كل ناس منا تسعى فلن يخبرونك عنها من لا يؤمن بها قد تبع هواه ودوره هذا اليوم الذي يمجرونه البعض أو الكثير من الناس يمجرونه الأطيام يمجرونه البعض ولكن المولى عز وجل رد سعبه فقال جل وعلا سعبا الذي نتمره ألن يبعده كل بلواطية حكم ثم دولة نترون بما عملتوا وذنبك عن الله يسير أيها المشتر والكريم هذا أعيب أدى للنبي صلى الله عليه وسدك في عظم ورفاك فأدى الضوارا بين يدي الله كرابك وتعالى وأدى يفد بك هذا العظم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسدك وقالتهم يا ابنك أدى زعب تحتمى بعد هذا الدرم هذا الدرم يردها ويتعسها الله من أطلابه فقال لك النبي صلى الله عليه وسدك فدعك ويدخلك النار ومن هنا نزل قول الحق سبحانه وتعالى قال ليه العظام وهي رطيب ولهي الذي أنجلها أولا أولا وهو من كل خلق عظيم أيها المشتر الكريم هذا اليوم يوم القيام لابده أن نهد لأولاقات هذا اليوم لأن نتيجة صلى الله عليه وسلم الأطفال أن ما من أهل منه إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبين المولى حتى وجل الدرمان فينطر طيبا منه فلا يرى إلا ما حقه ويقضر أشعر منه فلا يرى إلا ما حقه ويقضر بين يديه فلا يجد إلى النار فالدق النار ولو نشبكه أيها المسلم الكريم إن يوم القيامة يوم عظيم هذا اليوم حثر منه المولى عز وجل في القرآن الكريم وكثير من الآيات في القرآن الكريم ما تحدون من هذا اليوم العظيم إن الساعة الثلاثية دم جانب فيها هذا يوم قامة الكريم الذي أخرى منه المولى عز وجل فإلا جاءت قامة الكريم هذا يوم الصافة يوم يجر المرم النبي وأمه وكبيل وصاحب الدين ومليل لكل مرين منهم يوم إذن شهر مرنين يوم القيامة هذا اليوم الذي يخافه المسلمون ويخافه المؤمنون هذا اليوم الذي تدرك الرطيعة أو المدعة رطيعها وتدرك المولودة وليها قال جل وعلا قال جل وعلا في هذا يوم تذهب كل مدعة عما أفضال وطبر كل ناس حمل حملها وترى الناس سجارة وما هم بسكارة ولكن عما الله شريك أيها المسلم الكريم يوم العرب قيل يدي الله تبارك وتعالى يوم لن تنشر الصحر قيل يدي الله تبارك وتعالى قيل ما قدمك من الأعمال فل سابق عليك أن تقدم خيرا حتى تجد الخير قيل يدي الله تبارك وتعالى هذا يوم العرب اخوة الإيمان كما أخبر بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم لن تتنو الشمس من القبوس فتكون فوق قبوسنا قدر دير أيها المشتر الكريم الشمس الأعلى بيننا وبين قبوسها ما يقدر من تسن ثلاث وتسعون مليون ميل ونحن لا نستطيع الحق الشمس أيها المشتر الكريم فما بالك حين ما تقف بين يدي الله وتنقو الشمس من الرؤوس فمنها من ينجبه العرب إلجابا ومنها لم يكون العرب إلى مقدره ومنها لم يكون العرب إلى مقدره قل لك على عزب عمله إلا أنه لا تقول لك تختصهم الله سبحانه وتعالى في ظل عدشه في هذا اليوم العظيم الذين قطروا الصالحات الذين تغلقوا الصالحات إلى ربهم فقدروا بالأعمال الصالحة إلى ربهم قال صلى الله عليه وسلم سلحكم ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عالم وشارك الظلالة في إبادة غضبه وردوا لك حافة الله اشتبع عليه وتقرب عليه وردوا مدعاتهم ودعاتهم ورأة داك منصر وجمال وقال إني أقع صدار وزكر ردوا من زكر الله خاليا فقابت عيناه وردوا من قلبه عن أبل بالمسالك فإزام عليك أن تعمل كد حزابك لهذا اليوم العظيم يوم قيامه أو كما قال التائم من زنك بل أذنك والتائم من زنك حريب الرحمن أباهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصفه وسلم في هذا اليوم العظيم كل إنسان إن لا يقول نفسي لنفسي حتى الأنبياء ومرزم كل من يقول نفسي نفسي إلا واحدا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يذهب إلى الأنبياء إلا ويقول نفسي نفسي إلا سيدنا رسول الله يقول أنا لها أنا لها سم يسكنوا تحت العرش هنا يقول له المبلعة وجل يا محمد اغفع رأسك وسنقطع واشفع فيقول أمتي 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 يا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ما تستاع فقال له الحبيب المشطفى صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها فقال أعددت لها محمد الله ورسوله أيها المشهر الكريم المشهر لأهدك ولا يكيفك ولا يدعك وأن يعمل الصلاة الله لصالح نفسه ولصالح وقاله لأنه سوف يسأل عن ذلك حينما يقف بين هذا الله في ساحات العرض سوف يسألك المولى عز وجل عن القليل وعني كثير المولى عز وجل أفع يوم الضيانة يسألك الناس عن الساعة فقل إنما علمها من الله ولا يمجيك لعل الساعة القليلة ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه تسأل الله جل وعلا في هذه الساعة علمها تكون مسارعة وإجابة أطول رفع للنين والنبيان المسلمين والمسلماء الأحياء منهم والدهوات إنك يا ربنا سنيع القريب مجير الدعاء في أرب العالمين أطول مآل أكد الإسلام والمسلمين وأهل شرك والمشركين وأعلم بطنك كلمة الحق والدين أطول مآلنا في أمورنا أطول محمد مصرنا لكل سوء يا رب العالمين أطول مهدم عليك الأمر والأمان والسلامة والإسلامة أطول مقرارة لمسك لا سوءا فيعدينهم في نحيه يا رب العالمين اللهم ورغب بلاد أمورنا لتهديه غير البلاد والعباد إسف مرغانا ورغى المشتنين ورغى المشتنين ورغى الآخرين ورغى الآخرين في الدنيا عمسنا ومينا فرواق حسنا وإلى عدد النار عدد الله إن الله يبنوه بالعدي والإقسام فإن تاجد القربة وإن تعاني الأحشان والنجان والجل جاءتهم دعنا بلد الدعون أصول الله يسترقوا واستغلوه يبنهم وأسألوه لي عني يتغلوه أقوم بصلاة كون أبحانكم الله